السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلابنا ومستمعينا ومشاهدين على قناتنا وقناتكم طاهر منصور لتعلم اللغة الانجليزية بنرحب بكم وبنتمنى لكم ان شاء الله تعالى مشاهدة ممتعة النهاردة احنا معانا شوية كلمات هتساعدني او بعض العبارات هتساعدني في سؤال على مر السنين يعني على مختلف المراحل مش في مرحلة معين ولكن طبعا بالاخص مرحلة ثانوية في بعض الكلمات لما بشوفها في الجملة بحس ان انا خلاص كده يعني انا الانتحان انتهى المفروض يلمو الورق خلاص لا احنا النهاردة باذن الله تعالى بنبدأ سلسلة حلقات في اجاز نصف سنة كده ان شاء الله تعالى نسلي نفسنا بفيديوز مش طويلة عاجات خفيفة على قلوبنا باذن الله تعالى وفي نفس الوقت تساهل موضوع الترجمة او تساهل لموضوع الكلمات اللي بتشوفها او الكلمات اللي الطلبة بتشتكي منها دايما بتقول لي مسر الكلمة كبيرة او كلمة مثلا تعبير كبير عليه طيب نبدأ كده بحاجات بسيطة جدا يعني ايه مثلا افكار بناءة افكار بناءة هنستخدم اللفظ جاي منコonstruction هتبقى يعني افكار بناءة طيب لو انا عايز اقول انه ان مثلا التعليم حاجة ملحى حاجة ملحى يعنى حاجة ضرورية ضروري جدا انه هتبقى تأثر في حياتك وفي مستقبلك فنستخدم urgent need urgent need جاية حتى من الverb urge يحث I urged my children مثلا انا حثيت او طلبت من اولادي كذا طب لو انا بيقول لي بيتناول موضوع التعليم الجديد او نظام التعليم برؤية واضحة او يعني رؤية واضحة هنا هتبقى clear vision طيب ممكن اقول ان مثلا التعليم والعمل والكلام ده كله بقى او اصبح عبء ثقيل او يعني عبء ثقيل عبء ثقيل يعني heavy burden heavy burden طيب ممكن استخدم كمان عبارة زي القيادة العليا او كلام ده بقى كبير القيادة العليا هتبقى سهلة او متقلاش هتبقى supreme command supreme command طيب لو انا قلت مثلا اه انا بتعلم ويبعمل وبسوي ويبحافظ على البيئة من اجل الصالح العام او يعني ايه الصالح العام هتبقى public interest public interest وخلي بالنا من interest ويانترستد مش انترستد مش انترستد ايوه حبيب قلبي احنا في الفيديوز بتاعت النقط كنا مخلينا بالنا منها قوي انترستد لا هي اسمها انترستد انترستد وطبعا هنا public public interest طبعا الاولانية با والتانية با اما هتبقى عربة بعضها public interest public interest يعني الصالح العام طب لو بتكلم او بقول اني الفيديو ده بيتناقش او بيتناول موضوع من اهم الموضوعات الترجمة اه بيدقة متنهية اه يعني ايدقة متنهية تبقى extreme precession extreme precession precession اوكي طب لو انا عايز اقول افاق واسعة اه يحتاج هذا المجال الى افاق واسعة مثلا هتبقى broad horizons broad broad horizons بي بي خلي بالنا ما فيش هوا في sound بس في voice بس بي brown broad broad horizons broad horizons طيب لو احنا قلنا كلنا اوزان صاغية اه لو الميستر بيشرح واحنا كلنا طلبة ممتازين ايوا وهديين وعاديين في class مركزين هنقول we are all attentive ears we are all attentive ears attentive ears يعني الاذان الصاغير اعاديين ومركزين طب لو قلت انه ده شخصية بارزة في المجتمع a notable person notable person طب لو حبيت اتكلم عن شركة او هيئة عاملة احتكار مطلق لمجال ما او لبضاعة معينة اقول pure monopoly pure monopoly يعني احتكار مطلق لو انا قلت مثلا في جمل الترجمة لا تضع الاشقية يجعله منك لقمة او لقمة سائغة لقمة سائغة يعني هدف سهل هتبقى an easy parcel an easy parcel طيب لو انا حبيت اقول لحد apply it بلاء حسنا apply it او عملت حاجة كويسة وبنسمعها طبعا طبعا في شغلنا من مديرنا وقادتنا الحمد لله تعالى دايما بنسمع الكلمة دي apply it بلاء حسنا مستر طاهر بتعودين عليها بنسمعها وحشاتنا والله هنقولها create effort great effort اوكي great effort طيب لو انا قلت اني مثلا الشخص ده كان في حالة دفاع شرعي اه حقولها legitimate defense legitimate defense defense يدفاع او defend يدافع طب لو قلت انه اني الحرقة دي كانت بالنسبة له ضربة قاضية اه fatal blow fatal يعني قاتل fatal blow ضربة قاضية بسيطة جدا معلومات سهلة قوي او كلمات او عبارات اه درجة بنحب ان احنا نعرفها علشان لو تحطينا في موقف امتحان في اه جملة الترجمة ستحتوي على عبارة من العبارات دي باذن اللي تعالى طلبتنا حبيبنا اللي عندهم ثقة بنفسهم يكونوا جاهزين لها وان شاء الله يجيبوا الدرجة نهائية في سؤال الترجمة في كل امتحان طبعا حضرتك قبل ما تقفل الفيديو هتعمل لنا اشتراك في قناتنا وقناتكم طاهر منصور علشان باذن اللي تعالى نوصل للمشترك رقم مليون اللي احنا وعدناكم به في بداية شغلنا باذن الله نفع الله بكم كان معاكم